ترجمة نانسي قنقر للبحث الميداني كأول رخص من نوعها وتم تسليمها إلى أصحابها وأوضح سعدته بأن رخصة الإعلان للبحث الميداني تعتبر من أهم ثمرات إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري حيث تهدف هذه الرخصة للتقليل من أسباب تعثر المشاريع العقارية من خلال تمكين المطور العقاري من إجراء بحث ميداني قبل البدء في المشروع للحصول على عدد كاف من المساهمين والمشترين لإنجاز هذا المشروع وبالتالي الحفاظ على حقوق المساهمين وحقوق مشتري الوحدات في المشروع وتضمن عدم حدوث تبعات قانونية ومالية بعيد جدا اليوم أن نحن تم ترخيص عدد من المشاريع والمطورين في البحرين اللي هما من أكبرى شركات المطورين في البحرين اللي راح يقومون بعمل مشاريع كبيرة في قطاع العقاري وهذه بادرة طيبة منهم أنهم دخلوا في تسجيل وترخيص شركات هذه في البحرين في أول شهر مارس واللي هما عندهم لتوفيق أوضاعهم لمدة 6 شهور قادمة فهذه الحقيقة راح يساعد في تنظيم عمل في القطاع العقاري راح يساعد في ضمان أكبر للعملين في القطاع وراح يسهل من عملنا وسهل من عملهم ويساعد في نماء القطاع العقاري كلها فأنا سعيد جدا بترخيص عدد كبير من المشاريع اليوم والشركات التطوير العقاري وسعيد أن هذه تقدموا لنا عدد كبير من الشركات والمطورين والوسطاء العقاريين كذلك لا تم التسليمنا اليوم الشهادات من أساس التنظيم التطوير العقاري كأول مطور السلام الشهادة كمطور وايضا استلام شهادات تسويق لعدة مشاريع تحت ديار محرق ومراسل البحرين كشركة إيقل هيلز ديار طبعا في هذه المناسبة نشكر مجلس إدارة موسيس التنظيم العقاري والإدارة التنفيذية برئاسة الشيخ محمد الخليفة على حسن التعامل لهم وسرعة استقبالهم للطلبات وتسليم الطلبات بأسرع وقت ممكن والحمد لله سنبدأ طبعا باستكمال الجراءات الموافقات المتطلبة في خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله والله أعتقد أنه بتضيف لنا أضافة كبيرة في الحقيقة أن القانون بيضمن للمستثمرين اللي معاننا يكونون أكثر ضمانا لهم بخصوص حساب الأسكرال أكاونت ثاني شيء بيكون كل شيء بالنسبة حق المستثمر واضح كقانون يعرف حقوقه وإحنا كمطورين نعرف حقوقنا أيضا فحق الطرفين بيكونوا إن شاء الله مرتاحين ونعتقد هذه نقلة بتنقلنا إلى أفضل من ما كنا عليه وإن شاء الله نحاول نستقطب أيضا بعد الدول الأخرى اللي كانوا بعد من تضرين القانون التطوير العقاري ينزل وإن شاء الله الله يعمى الخير على الجميع إن شاء الله شكرا